يا هلاء وحياكم والله في أي منشأة وأي مكان الأجهزة الكثيرة اللي موجودة فيه لازم أنها تكون مرتبطة بشبكة وللأسف ما سويت شبكة أو ما فكرت أسوي شبكة إلا الآن في حلقة اليوم راح أوريكم كيف راح أركب الشبكة المنزلية الخاصة فيني خلوكم معاي ممكن البعض منكم يقول ليش أنت تتوجه لعمل شبكة شبكة سلكية والوائرلس موجود شي أكيد أن الوائرلس خادمني حاليا ولكن بعدد الأجهزة اللي موجودة عندي ونوعية الأجهزة عشان نحصل على أفضل أداء خاصة نظام المراقب اللي ركبته حديثا في البيت لا بد أن يكون مربوط عن طريق شبكة سلكية فأصبح الوائرلس ما يكفي الاحتياجات اللي أنا أبحث عنها فعشان كذا قررت أني أسوي الشبكة السلكية وكل الشكر لأخي وزميعي العزيز سالم بن عفيف على النصائح الإعطانية في اختيار بعض القطع الخاصة بتجهيز الشبكة فعشان ما أطول عليكم خلونا مع بعض نتكلم أو نروح للمكان اللي موجودة فيه أو اللي رح نبدأ منه عملية تركيب الشبكة وقبل كذا إذا ما كنتم مشترك معنا أتمنى أنك تشرفني بالاشتراك وتعطينا لايك على الفيديو هذا وبرضو إذا أعجبك نوعية المحتوى هذا عطني خبر فيه الكومنت عشان نكثر منه في الله خلونا نروح لها النقطة التالية من هنا رح تكون نقطة بداية عمل الشبكة أول شيء اخترت المكان هذا لأنه عندي مساحة هنا وراح يكون برضو محمي عشان الرف هذا الشيء الآخر اللي حكمني أني أبدأ من النقطة هذه هنا منفذ الألياف أو الفايبر أوبتيكس يطلع من هنا فما في مكان أو سلك فايبر طويل أقدر أن أمدده عشان أنقل المودم اللي موجود هنا في مكان ثاني برضو هالناس درايف المكان الأنسب أنه يكون هنا بالقرب من نفس الهب فمن هنا إن شاء الله راح أبدأ وراح نشوف وشه الآلية اللي راح أركبها فيها قررت أني ما أبدأ أحفر في الجدار مباشرة قلت يمكن أفضل لو أسوي شيء يشبه اللي هي البانل قد يكون طريقة بداية ولكن هالطريقة راح تكون مناسبة لي البانل اللي اخترته البانل من اللي هي الخشب اخترت اللون هذا الأبيض هذه ممكن تكون موجودة عند أي محل جارة حددت الأماكن اللي راح أركب فيها مسبقا واستخدمت بعض اللي هي المسامير الخاصة بالتثبيت البانل مباشرة راح يكون مكانه في المنطقة هذه خلينا نزبطها شوي تقريبا في المنطقة هذه كان أول مخرج الفايبر اللي موجود هنا مسبب لمشكلة ولكن فكيته وغيرت الاتجاه فصارت تطلع هنا للأسفل فالبانل تقريبا جاهزة بس راح أحفر له مكان هنا ومكان هنا ونزل الأسلاك من هنا هنا راح يكون السويتش حقنا وهنا راح تكون التوصيلة فمباشرة بعد ما خلص التركيب راح أتكلم على نوعية السويتش اللي أنا مختاره وعلى نوعية التوصيلة خلوكم معي بعد ما عرفنا بمكان البانل راح يكون وين ركبته مواقعا هنا راح أوريكم وش السويتش اللي مختاره طبعا أنا بحاجة لستة سويتشات ولكن القاعدة تقول دايما ويعطيها العافية زميلي سالم يقول للقاعدة دايما يخذ عشرين بالمئة أو ثلاثين بالمئة زيادة على الاحتياج حقك فحصلت السويتش هذا من شركة سيسكو طبعا السويتش هذا سويتش غير مدار أنا ما نجد معناته بس تشبك وهو اللي راح يوزع الاي بيت هذه أو ممكن نسمع دم سويتش فسويتش هذا زي ما هو إن شاء الله يكون واضح ثمانية بورتات فأنا تقريبا زي وقت راح أحتاج ستة فهذا راح يعطيني الآن ثمانية فوقت ما أحتاج ترقيه أو أزود السويتشات عندي الإمكانية وطبعا السويتش سيسكو هذا هو سويتش السيسكو اس جي 110D 080 هذا جبته من المكتب الجريد بسعر 199 ريال فهذا بالنسبة للسويتش التوصيل اللي أختاره أو اللي راح استخدمها ما أحتاج إلا فقط ثلاثة تفياش لأنه أردي في عندي سويتشين هنا سويتشين هنا فراح بس أزود واحد عشان نوصل ثلاثة أجهزة فقط طبعا التوصيلة ممكن تقدر تجيب أي توصيلة ولكن أنا اخترت توصيلة الفنار أول شيء أنها جودتها ممتازة وطبعا ما هو هذا على اللهم الشيء اللي خلاني أختاره أول شيء أو أهم نقطة أنه ألية الأمان فيها فلما يزيد عندك التيار في عندك هنا فيش راح يسوي ريسيت ويفصل اللي هي الكهرباء ممكن أو كنت أتمنى أنه لو جبت توصيلة تكون ذكية أقدر طفيها وشغلها ولكن هذه راح تأدي اللي هي الغرض والشيء المهم فيها أنه هنا فيها قواعد عشان تقدر أنت تركبه فرح يكون مكانة هنا وتركب مباشرة وفي الأسفل هنا راح يكون الكابل مانجمنت راح يتم ربطه لسلاك بنفس الشكل هذا أو على حسب الطول وبعدها راح تركب أو البانيل راح تكون جاهزة العدة اللي راح استخدمها في بناء الشبكة تتكون من أول شيء مقص ودريل بمقاسات مختلفة هذا خاص بالديكور أول اللي هو الخشب متر اللي عندنا اللي هي القياسات الكماشة هو القطاعة الواير ستريبر اللي تفصل السلك وهذه اللي هي الكرامبر اللي يركب فيها روس الجي فورت فورت فايف مجموعة من اللي هي الأسلاك مثاقب أو ريش دريل والقاعدة هذه اللي راح نقص فيها الديكور هذا أو المخفي علشان يكون شكله ممتاز جداً وأيضاً يكون معزول عن بقية الأشياء اللي موجودة حوله طبعاً هذه كلها راح أحط لكم روابطها أسفل في أصنوق إذا كنتوا حبين تحصلون عليها بالنسبة للكيابل اللي راح نستخدمها راح تكون مجموعة من ثلاث أنواع النوع الأول راح يكون كيبل كات سيكس وهذا راح أسوينا كاستم على حسب الطول اللي أبغاه طبعاً راح أستخدمه لمثلاً الهب أو الأجهزة اللي ما تحتاج سرعة توصيل وهذا طبعاً الكيبل يدعم إلى سرعة 100 ميجابيت بي ثانية هذا بالنسبة للكات سيكس جبت كيبل قصير للكات سيكس عشان نوصله ما بين الراوتر والسويتش وجبت هنا كيبل بطول 30 متر أرض وجاهز ومركب الروس فيه وجاهزة ولكنه من نوعية الكات ايت علشان يعطي أفضل عزل لأنه راح يمشي قريب من أسلاك الكهرباء فحبت أنه أحصل على أفضل عزل مع أني أنا مانا بحاجة الكات ايت ولكن الكات سيكس والكات ايت هي تقدم لك أفضل عزل سواء كان بالخارج أو كان شي قريب من اللي هي الأسلاك والكات سيكس راح يكون للأجهزة اللي ما تحتاج نقل أو سرعة نقل سريعة فالكات سيكس راح يعطينا إلى 100 ميجابيت بدون أي تحين مشكلة وكافي والقطع هذه هي قطع الديكور أو اللي تسمى كيبل كونسيلرز أو تسمى داش بلاستيك بورد هذه فكرتها واضحة قنوات راح راح الآن أمددها على الجدار عشان تكون مخفية الأسلاك وداخلها أسلاك الشبكة وطبعا الترتيب راح يكون أن الكياب الواصلة من المنطقة هذه وصعدة فوق إلى الأعلى وماشية هنا ورايحة إلى آخر الأستوديو هناك في الغرفة هذه ومن داخل راح أسوي فتحة في نفس الجدار وبعدين اللي هي أبددها إلى ما أوصل مكان البي سي فأنا راح أبدأ إن شاء الله عملية التركيب للفانل وبعدين أبدأ اللي هو التمديد وإن شاء الله لما انتهي راح أوريكم النتيجة النهائية عشان تكون مختصرة أليت التركيب أنت تسويها بسيطة ما فيها ثكرة فما يحتاج أنه نطول في اللي هو الفيديو إذا ما كنت تعرف لها جب أحد كهربائي ممكن راح يفيدك فيها فلما ننتهي من عملية التمديد راح أوريكم النتيجة النهائية أرىكم العافية طيب انتهيت من تركيب البانل بشكل سريع ركبت الآن الهب حقه فيليبس هيو ركبت التوصيله مع السويتش وهذا الآن فكرت فكرة قدرنا على موقع الكابل مانجبنت ان يركب القطع هذه ولكن بيطلع شكل السلك باينه ماشي فالخطة البديلة اللي راح أغيرها راح تكون باستخدام الديكور وهذا هو الآن الشكل النهائي للبانل ركبنا عليها السويتش ووصلنا كل الكياب الخاصة فيها ومددنا كل الكياب لداخل الديكور المخفي وركبت التوصيله بعدها وحاولت أن يخفي الأسلاك قدر المكان وعمل لها ترتيب عن طريق الزيب تايز فحاولت نرتبها قدر المكان خصوصا سلك الفايبر وكابل التوصيله وأيضا الكابل الخاص بالباور للفليبس هيو وزيما نرى مجموعة الكابل نازلة من السقف أو الديكور داخل التيوباتها المخفية حاولت أني أضبطها بقدر الإمكان نازلة إلى المنطقة أو الفتحة الموجودة في الرف الفتحة الموجودة والأسلاك موصل لها مباشرة إلى السويتش وهذا شكله مترتبة وهذا الأسلاك الآن موجودة داخل الديكور ماشية ونازلة من أسفل الديكور فبس حبيت أني أجملها شوي عن طريق أني أخفي الأسلاك وحط عليها الجرجور بيطلع شكلها أفضل شوي وبالداخل زي ما احنا شايفين تم التوزيع لجهازين فنازل من السقف وماشي إلى الجهة اليسار للجهاز الأول وبالناحية اليمنى نازل داخل الديكور الكابل الخاص بالشبكة موصل مباشرة إلى الجهاز حبيت برضو أضيف شكل أفضل للكابل مناجمت أو تنظيم الأسلاك خاصة أسلاك الكعرب فجبنا ديكور إضافي بحجم أكبر ومددناه بأسفل الطاولة وحطينا كابل الكعربة كلها داخل الديكور هذا وأعتقد أنه شكلها صار جميل كذا أكون أنهيت بناء شبكتي المنزلية اللي أصبحت الآن جاهزة وقابلة أيضا للترقية إما بإضافة عدد أجهزة أو فقط بمجرد تغيير السويتش إلى سويتش أعلى سرعة أتمنى أن تكون هذه حلقة نالت على استحسانكم وإذا كان عندكم أي استفسار رح أسعد بالإجابة عليه كما هي العادة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وإذا أجبك هذا المحتوى قل لي فيه الكومنت عشان نكثر من هذه أو من نوعية المحتويات هذه كان معكم أخوكم مندر السلام عليكم